فانا كاتب له ده رابط الفيديو يا جماعة وشوفه احمد لو غلط فيها شخصيا يعني قال هادي كذا مش هتامني انا مش هزعل منه المهم الشخص ابو عين خاضره ده رح واخد حتة من الفيديو بتاعي وموتة تانية عين التضليل انا هوريكو شكلها ده شاف واحد تاني دكتور تاني عين صغير كده لا تعد العيون القمرية الجديدة للأسف هو بيكون طمع الراجل ده دارس علم اسمه علم الفرسة عارفين احمد حرقان سوان اجيبلكو صورتا فالشخص ده رأى عمل ايه قالك لا يا عم انا قناة كبيرة لو انا دلوقتي حجمت اللي اسمه هادي ده لو انا خدت خط كده مقارن هو طبعا الساعة الرملية لان الجزء ده غائر جدا في الوجه انا بيحاول يقنع الناس بحاجات واطول حاجة في الوجه عندها الانف السلام عليكم والله انا ما كنتش حابب اعمل فيديو زي ده الصراحة ولكن مهم ان احنا ناخد لبالنا من تفاصيل صغيرة مهمة جدا لو انت اول مرة تتفرج علي علم الفراسة هو باختصار ان انت تقدر تحلل شخصية ايه بني ادم من ملامح الوجه طيب انت اول مرة تسمع عن حاجة زي كده قصة ببساطة جديدة لو انت شفت شخص شكله يخوف شكله شرير ايه الانطباع اللي بيجي لك ان الشخص ده شرير وفي الغالب بيبقى الحدث بتاعك صحيح وبناء على ده هتلاقي دايما في الافلام والمسلسلات تلاقي الشخص الطيب لازم يخلي شكله كيوت لان هو ده المنطق ولازم الشخص الشرير او رئيس العصابة تلاقي شكله كده شرير وتلاقيه على طول عينيه كده مبرقة وحاجات زي كده بناء على ايه هم بيعملوا كده بناء على ان هو ده المنطق شكل البني ادم بيدور على شخصيته لما نيجي بقى نتكلم عن علم فهنا العلم بقى بيفصل لك كل حاجة الحاجة بشكله بيدل على معنى العين منبط الشعر شكل الشعر وهكذا طيب هي ايه القصة اصلا القصة ان انا يمكن من حوالي سنتين وتمن شهور كنت عملت فيديو على الراجل ده اللي هو دكتور محمد منصور في الفيديو ده كانت الصورة بتاعته وجهه مسلس والتادي تتكلم على ان الشخص ده شخصية استغلالية تقريبا حاجة زي كده وفي الفيديو ده تحديدا يمكن اول فيديو اتكلمت على شخص بشكل سيء ففي الوقت ده انا اتصلت بشيخ وسألت الشيخ ساعتها هو انت ايه انطباعك عن علم الفراسة هو الشيخ ما كانش اعرف علم الفراسة فقال انا يعني ما عرفش عن العلم ده ولكن قلت له طيب فكرة ان انا اتكلم على حد اصلا او احل شخصه شكله بناء على الملامح ايه الدنيا قال لي بص في حتة الحرام والحلام قال لي فكرة ان انت تقول ان الشخص ده كذا ده ممكن يكون حرام وهتحسب عليه ولكن لو قلت بناء عن العلم ده او بناء على اعتقاداتي انا الشخصية ففي الحالة دي خلاص انت كده انت بتتكلم من وجهة نظرك انت وجزئية دي انا قلتها في الفيديو ام ايه بقى اللي حصل الدكتور اللي هو اسمه محمد منصور ده في مشكلة بينه وبين الدكتور كريم علي الدكتور محمد منصور باختصار شديد هتلاقي الجزء ده غائر عنده جدا النوع ده من الناس اللي هو بيسمى الوجه السعر رملي النوع ده من الناس العادات والتقاليدة عنده بتكون عالية جدا يعني الشخص ده ممكن يكون فعلا منتزم مثلا بدينه ولا بيصلي ولا اي حاجة زي كده ولكن النوع ده من الناس بيكون غير متطور بالمرة يعني ايه يعني الشخص ده اكتر من اللي ذكره في الطب ما يعرفش اي حاجة تاني هي طبيعة الشخصية دي بتكون كده فبالتالي اي حد هيكلم عن حاجة مختلفة طبيعي هو لازم ينتقده لان هو مش مقتنع باي حاجة زي كده هنحلل شخصيته دلوقتي المهم فالشخص ده رأى عمل ايه قالك لا يا عم انا القناة كبيرة لو انا دلوقتي هاجمت اللي اسمه هادي ده علشان هو هاجمني ففي الحلقة دي ممكن هنا القناة بتاعته الناس تروح تتفرج عنده فيجيب مشاهدات فالقناة بتاعته تجبر فراح شاف واحد تاني دكتور تاني عين صغير كده وراح جاب الدكتور ده وقال له قناته صغيرة قال له عايزك تعمل فيديو على اللي اسمه هادي ده وقصات كده انا هشهر لك الفيديو بتاعك وهكبره لك فراح الشخص التاني بقى عمل ايه الشخص ده لو لاحزت جدا انه العين بتاعته خضرة العين الخضرة اديكوا شايفين الصور اهيه بتاعت العين الخضرة عاملة ازاي عين الخضرة معروفة بالخبس والغدر الصفة دي من صفات الناس دولة طب يا عم انا مولود دلوقتي يعني يا خضرة انا زن بايه طيب انا حللت قبل كده ناس وبعد تحليل الشخصية بفترة عينهم لونها تغير فالبني ادم ملامحه بتتغير ولون عينه بيتغير ده بناء على الشخصية بتاعته لما بتتغير عشان كده حتى اللي بيعمل عملية تجميل الشخصية برضه بتاعته بتتغير يعني لو واحد حرامي وخلف طفل الطفل ده طبيعي هاته عشبه والده او شبه والدته ده طبيعي فالولد الطفل ده عنده صفات من صفات والده وعلشان كده هو طالع شبهه ولكن بعد فترة لما الطفل ده بيبلغ ويبتدي الضمير عنده يتكون في اللاحظة دي هتبتدي الملايكة تكتب اعمال الشخص ده في الوقت ده بقى الطفل اللي انا بتكلم عنه ده لو صفاته بقت زي ما هي خلي بالك ضميره هنا دلوقتي اتكون فهو عارف ان الصفات اللي عنده دي سيئة ولا جيدة بناء على الضمير بتاعه بقى يا اما الشخص ده هيتغير فبالتالي ملامح الوجه عنده هتتغير هتلاقي في بعض الصفات البسيطة اللي هي مشابهة لوالده وليكن مثلا بيفكر بطريقة عملية بيفكر بطريقة عاطفية الحاجات اللي هي زي دي ولكن هتلاقي الطفل ده مش من النوع مثلا المادي اللي هو اهم حاجة الفلوس وهكذا المهم مش اطول عليكم لا تناموا مني المهم الشخص ابو عينين خاضرها ده راح واخد حتة من الفيديو بتاعي وابتدى يقص ويلة ازاي طلعها ازاي طلعها ان انا اتكلمت شيخ فالشيخ قال لي ان الفراسة حرام فروحت انا اقولت خلاص مش مهم انا هعمل الفيديو غير كده اصلا هو في اول الفيديو اصلا بتاعه هو قاعد يشتم في الدكتور محمد منصور اللي هو اللي قال له يعمل الحركة دي قاعد يشتم فيه تقريبا لمدة دقيقة وبعد كده راح ابتدى يتكلم في ان الدكتور محمد منصور ده صاحبه ومش عارف مين وهكذا فالعين الخضرة دي من اكتر الحاجات اللي تخاف منها وعلى فكرة كان فيه شخص بياخد معايا كورس قبل كده الشخص ده كانت عينيه خضرة وكان فيه مشاكل كتير بتحصل في الجروب بتاع الكورس واحنا ما كناش فاهمين السبب انا كنت عارف ان الشخص ده اكيد هو كده لان انا فيه ناس كتيرة ساعات باشطرت ان انا شوف شكل الوجه بتاعهم قبل ما ادينه الكورس فكنت عارف انه الشخص ده ولكن ما كانش عندي دليل لغاية ما عرفت ان انا امسك دليل وساعتها هنا انا وجهت الشخص ده الشخص ده عملي مشاكل رهيبة وفجئت من فترة ان الشخص ده فتح قناة على اليوتيوب وبينزل الكورسات اللي خدها عندي بينزلها عن نت طبعا كلمت اليوتيوب والقناة بتاعته اتقفلت اصلا هو كان فتح قناة بس بينزل منها الفيديوهات دي بس مش عامل قناة هو بتاعته بتاعت فراسة ولا حاجة زي كده فحزاري والعين الخضراء وخصوصا لما العين الخضراء كلون هباهت لان النوع ده من الناس بيكون عنده بلادة في المشاعر واي حد من النوع اللي هو بيحب البنت اللي شعرها اصفر وعناها خضرة وتجاوز واحدة بالمنظر ده هو عارف كويس جدا انا بتكلم عن ايه واقول لكم على حاجة تاني لو واحدة ستة بتتفرج عليها دلوقتي اصبوخي شعرك باللون الاحمر وشوفي ايه اللي هيحصل هتلاقي نفسك بتحس بانزعاج شديد هتلاقي الاصوات بتاعت الاطفال لو انت عندك اطفال هتلاقي الاصوات بتاعت الاطفال بتاعت تعلق ليه لان من صفات الشعر الاحمر الحساسية الزيادة تجاه المؤثرات الخارجية فبالتالي الاصوات العالية هتحسسك بانزعاج خناع على اليوتيوب تحديدا والشخص ده هو احمد احمد يعتبر اخويا الصغير احمد لو غلط فيها شخصيا يعني قال هادي كذا وشتامني انا مش هزعل منه ومش احمد بس على فكرة احمد والياس رابح واهاب التلاتة دول انا شفتوا وشهم وانا عارف كويس جدا الناس دي كويسة قد ايه فحتى اي حد فيهم لو غلط فيها انا مستحيل ازعل منه وده اللي كان الشخص ده عايزني اعمله هو عايزني ان انا بتدي غلط احمد وبعد كده يبتدي يتكلم في ان علم الفراسة علم زائف اللي انتم شايفينه ده دي قناة الدكتور اللي هو محمد منصور وده الفيديو اللي عمله الشخصة بوعن خاضرة ده وده كان الاتفاق اللي بينهم نعمل فيديو على هادي وانا هعرض لك الفيديو بتاعي في الكميونيتي لانه قناته كان في الوقت ده قناته بين 500 الف حاجة زي كده فهو ده اللي كان الديل يعني اللي كان بينهم يعني طيب بعد ما عملت الفيديو بتاع الدكتور محمد منصور وعملت له التحليل الشخصية كان الواجه بتاعه قريب جدا من الواجه المسلس الفيديو ده فضل موجود عندي لغاية ما في مرة دكتور محمد منصور ظهر قدامي فيديو لي فلقيت اطار الواجه بتاعه مختلفة عن الواجه المسلس فابتدت ان انا اتفرج على الفيديوهات لقيت ان الشخص ده اطار الواجه بتاعه شكله تغير قفلت الفيديو بتاعي على طول لان الصفات اللي انا بتكلم عليها هي حاليا مش موجودة عنده بصوا بقى انا بعيت له التعليق ده تقريبا من حوالي سنة ونص سنة وثمان شهور حاجة زي كده يعني اليوتيوب بيقول لك سنة بس ما بيقولش سنة وكذا يعني بتكلم في سنة او سنة تاني فبصوا كده فانا كاتب له ده رابط الفيديو يا جماعة وشوفوا بنفسكم الكذب والتدليس انا بتكلم في القصة اللي هي بتاعت الشيخ اللي هو قاعد يعملها دي فبقول له واجهه تغيرت علشان ملامح واجهه تغيرت اقسم بالله انا التعليق ده كاتبه وعارف ان انا هحتاجه بعد سنة او سنتين علشان لون العين الخضرة دي بس لو انت دكتور لم تقفل هزا الفيديو المدلس انا سوف افتح فيديو الدكتور وانت لك الاختيار بين المشاهدات وحبك للدكتور وخفك عليه على ما تدعي تحليل شخصية الدكتور محمد منصور وانا كنت قاصد ان انا اكتب بالتعليق بالطريقة دي ووالله انا ما فتحت الفيديو بتاع دكتور محمد منصور تاني ما فتحتوش لان خلاص انا من وجهة نظر الشخصية بتاعت الرجل ده اتغيرت فبالتالي الكلام اللي انا قلته عليه مش حقيقي علشان كده انا قفلت الفيديو بس انا عملت ده مخصوص علشان عارف ان في يوم من الايام هحتاج للتعليق ده كان ايه رده الشخص ده فعلا لو هو شخص محترم فعلا المفروض انه كان قفل الفيديو ده لحسن يعني على اساس لو انا فعلا شخص مش كويس انا ممكن انزل الفيديو تاني هو مفروض انه بينزل فيديو بدفع فيه عن شخص الشخص ده قفل الفيديو فانا بقوله دلوقتي انا قفلت الفيديو على فكرة فلو انت مقبلتش الفيديو ده انا هفتح الفيديو المفروض هنا ان هو ايه يقفل الفيديو علشان انا مفتحوش ولكن هو من ردش على التعليق اصلا حاب يعمل نفسه ان هو مش شايفه خالص في حين ان هو راضد على التعليق اللي بعده اللي انا كتب كتبته انا حللت الشخصيتين بناعا على شكل الوجه فقط ولا اتفرجت على حاجة غير كده لان هو قعد في الفيديو كده يقول شوية حاجات ويقلف يعني وحكذا وبعد كده هو راضد علي ما انت حضرتك ذكرت بنفسك كلام الشيخ وان مش ده علم الامام الشفعي وان علم الشفعي مختلف تماما ولا 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 وحاجات كتيرة كده فانا راضد عليه وبعدين انت قطعت اجزاء ليست كاملة من كلامي وانت قاصد وبتديت ان انا اكلمه بالطريقة دي مردش ده حد معلق كده من عنده يعني بقول لي ممكن انها اعرف ملامح وجهك من وجهك السمح ولا بتاعي فادي الشخصية اللي يعنيها خطرة الشخص ده لما عمل الفيديو هو عمله مخصوص بناء على اتفاق بينه وبين دكتور محمد منصور لمجرد ان هو ياخد مشاهدات هو ولا يفرق معا دكتور محمد منصور ولا يفرق معا كريم علي ولا يفرق معا اي حاجة هو اهم حاجة عنده تعالوا نشوف العين الخضرة تاني العين الخضرة قوة الاراضة الخبس برود العاطفة صلابة الرأي العناد حب العمل نوعية دي من الناس بيكون فيها صفات الخبس وانا اتعاملت معا ناس يعنيها خضرة كتير وتأكدت من المعلومات دي الناس دي هتعاملك كويس جدا في الاول لغاية ما يحصل تعارض بينك وبينه فالحالة دي هتلاقي شخص مختلف تماما في تحليل الشخصية اللي اتعامل بالوضع اللي انتوا شايفينه ده اولا انت لو حللت اطار وجه بالشكل ده ممكن تلاقي فيه ملامح كتير خاطئة نقطة التانية عين التضليل انا هوريكو شكلها دلوقتي من كتاب من كتب علم الفراسة الدكتور هنا كريم علي بص كده ركز معايا هتلاقي الخط اللي فوق بتاع الجفن الثاني هو يعتبر عنده جفنين الجفن اللي هو بيكون فيه رموش واضح كله والجفن اللي فوقيه واضح يعني فيه جفنين ظهرين تعالوا نشوف بقى كده كتب علم الفراسة في العين اللي هي المضللة او التضليلية دي ده كتاب تحليل الواجه على الطريقة الصينية بص كده ركز معايا العين اللي هي المضللة هم بيسموها القمر الجديد بص بقى بيقولك ايه على العين دي لا تعد العين القمرية الجديدة جميلة او حسنة هي طبعا حاجة سيئة بصوا هنا بقى هنا الجفن العلوي لوحده مفيش جفن تاني تحتيه يعني هو جفن واحد جفن واحد كده وجفن كده اعتبر ده اسمه جفن واحد لما يكون جفنين يعني فيه جفن تاني ظاهر هنا اللي هو الجفن بتاع العين اللي هو بيكون فيه رموش طيب وانا امل ان يتصف من يمتلكون عيون كهذه وملامح وجهية اخرى ليعدوها وطلبوها ذلك لان العيون القمرية الجديدة تعني طبعا الخداع والتضليل بدرجة كبيرة حين طبعا مش كويسة اطلاقا بسان شايفين شكل العين عاملة ازاي ودي النقطة يا جماعة اللي انا عايز اقولكو عليها اللي هي بيكون لها علاقة بالخبرة العين دي بالشكل ده بالشكل ده صفاتها زي ما انت شايف كده يبقى اي حد هشوف العين بتاعته بالشكل ده الصفات اللي مكتوبة تحت دي بنسبة 100% طيب لو لقيت واحد العين بتاعته مشابهة للعين دي ولكن الجفن ده بدل ما هو طالع لفوق جاي كده مثلا لقدام يعني مثلا العين بالشكل ده مثلا في الحالة دي الصفات اللي هي دي هتقل مش هتكون 100% هتكون 80% وهكذا كل ما الخط اللي هو اللي مرفوع ده ينزل 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 هالوضع هيبقى مختلف طب بإيه اللي هيخلي الصفات تقل لان العين دي واخدى حاجتين رقم واحد الجفن اللي هو اللي مرفوع ده رقم اتنين ان هنا يعتبر فيه مسلس فهي تعتبر واخدى شكلين في نفس الوقت شخص مادي بيحب الفلوس وعنده العلامة دي فعلشان كده واخدى الصفات القوية بتاعت التضليل دي لو بصيت هنا على صورة كريم علي مش هيا اللي عندي اطلاقاً ناخدها صورة كده بص كده ركز معايا الخطة هو اهو والجفنة دي ملهاش اي علاقة بالصورة دي طيب امال ايه اللي حصل ايه اللي حصل ان ابو عين خضرة تدخل تعالى بقى نشوف عم الغدار ده بص كده اصلاً في بداية الفيديو الراجل ده درس علم اسمه علم الفراسة الراجل ده درس علم اسمه علم الفراسة وبيدي فيه كرصات والحقيقة شكله متمكن فيه اوي فهو بيعمل حاجة بص شاف الغدر يعني هو في البداية اصلاً هو عمال يمدح وعمال يتكلم وعد يشتم في الدكتور محمد منصور اللي هم اصلاً متفقين مع بعض عشان القصة دي خلي بالكوا الفيلم ده من سنتين يعني القصة دي انتهت اصلاً من زمان بس زي ما قلتلكو انا التعليق اللي بعدته ساعتها انا عارف اقسم بالله ان انا هحتاجه علشان كده انا بعدته وسايبه من ساعتها وكل فترة ادخل رائب التعليق موجود ولا اتمسح طيب تعالوا بقى نحلل الشخصية دي وبعديها نحلل شخصية الدكتور محمد منصور بالمناسبة يا جماعة قبل بس ما اعمل الكلام ده في نقطة مهمة جدا انا عايز اقولك عليها بص يا صديقي العزيز ويا اخت العزيزة العلم ده بيحلل الصفات بتاعت البني ادم كويس طيب لو هنفترض دلوقتي ان في شخص قدامي الشخص ده بيقول كلام مش منطقي بالنسبالي هل بالمنطق ده الشخص ده وحش ماينفعش واحش زي الشيخ الشعراوي ناس كتير جدا بتقولك ان الشيخ الشعراوي ده يصنف ولي فبالتالي انا مينفعش ان انا اغلط فيه لكن في ناس بتعترض عليه تحليل شخصية الشيخ الشعراوي ايه دي حاجة تاني شيخ عمر عبد الكافي راجل قمة في الاحترام والادب فضيع ولكن اكيد في ناس بتختلف عليه تحليل شخصيته ايه دي نقطة تاني هقولك على حاجة واحد زي احمد حرقان اعرفين احمد حرقان سواء اجيبلكوا صورتا احمد حرقان ده بيسموه ابو الملحدين من اكتر الناس اللي بتعمل مناظرات على ضد يعني الدين الاسلامي بالمنطق كده الشخص ده المفروض ان هو يكون قويس ولا يكون وحش بالنسبة لك لو انت مسلم دلوقتي بتتفرج عليها اكيد هو هيكون وحش ولكن كتحليل شخصية للشخص ده الشخص ده مفوش اي حاجة سيئة على فكرة اه يعني ماشي ممكن يكون فيه شوية خبس وبتاع ولكن الصفات ما تدلش ان هو شخصية شريرة طيب يا عم ام قال ليه الفكرة يا عم هو مقتنع ان مفيش اله هو مقتنع ان مفيش دين هو مقتنع بكده هو الوجه بتاعه يعتبر من الوجوه المربعة فبالتالي هو عايز دليل اديني دليل انا عايز اشوف ربنا علشان اقتنع هو تفكيره كده خلي بالك برضو الشخص ده هو لئيم وخبيث انت لو شفت هو بيتكلم على القرآن ازاي وبيتكلم على الرسول عليه الصلاة والسلام لا شخص فضيع بشع ولكن الفكرة اللي انا بتكلم عليها ما عندوش ملامح تدل على الشر فاذا الرجل ده كتحليل شخصية هو محترم لكن كافعال بناء على القناعات اللي عنده لا افعله سيئة جدا 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 فبالتالي انا النهاردة معترض مع دكتور محمد منصور او معترض مثلا عليه مش معنى كده ان انا لما اجي حلل شخصيته لازم اطلع وحش انا النهاردة معترض على دكتور مثلا كريم علي او معترض على اي شخص مش معنى كده ان انا لما حلل شخصيته لازم اطلع وحش الكلام ده لازم اي حد بيحلل ياخد لباله منه لان الطبيعي في بداية تحليلاتك لو شخص لسه مبتدئ من الطبيعي انه ممكن يقع في الوقت عادي وخصوصا لو انت تعملت مع شخص غدار خلينا نحلل الشخصية دي طيب مبدئيا كده اطار الوجه ده ايه لو انا خدت خط كده مقارنة بطول الوجه الوجه ده يعتبر طويل نسبيا فالشخص اللي قدامي ده هو يعتبر مربع مستطيل وهو اقرب شوية للمربع لان الجابهة بتاعته مجازا تعتبر عريضة يعني الصفات اللي انا هقولها بتاعة الوجه المربع هاخد منها نسبة 30% والصفات اللي هقولها بتاعت الوجه المربع مستطيل هاخد منها 80% طيب يعني ايه يعني الشخص ده باختصار شديد هو يا ابيض يا اسود شخص دايما يحب يحسن الامور يعني فكرة انه يقتنع بعلم الفراسة دي فكرة شبه مستحيلة الا لو ادتهاله بادلة قوية جدا ودي حاجة مفاش ايه مشكلة على فكرة ولكن من صفات الوجه المربع مستطيل ان الناس دي بتكون عملية جدا فيش حاجة اسمها مشاعر ولا عواطف ولا حاجة زي كده بس الجابهة دي شكلها يختلف بس خلينا نكمل النوع ده من الناس بيكون عملي جدا بيكون واقعي جدا يقدر يشتغل في اي حاجة من خلال الاسرار والصبر النوع ده من الناس عنده القدرة على النجاح عنده القدرة على تحفيز الاخرين وهو ده اللي عمله تحديدا مع احمد يحقق النجاح من خلال العمل الجاد والاسرار النوع ده من الناس برضه بيتعامل بتصلب وعناد اذا الشخصية دي احنا اتفقنا الواجه المربع علشان تقنعه بحاجة ايه الفكرة لازم تديله ادلة مادية طيب وهو دلوقتي ياخد شوية من المربع مستطيل يبا الشخص ده مش هيقتنع حتى لو اديته ادلة مادية ومن ضمن الحاجات اللي عند الشخصية اللي هو المربع مستطيل وعلى فكرة ده المفتاح بتاع الواجه المربع مستطيل انه هو بيستمتع بالمكافآت عند النجاح علشان كده هو كان سعيد جدا لما عمل فيديو علي وراح الدكتور محمد منصور نشره له عنه هو كده كفء وعلى حاجة هو نجح فيها من وجهة نظر وفيه سعيد جدا طاير من الفرحة من ضمن الحاجات برضو اللي عند النوعية دي من الناس اللي هو الواجه المربع مستطيل انه دايما بيصنف الناس مسبقا دايما يحب يصنف شخص ده كويس شخص ده وحش شخص وهكذا والنوع ده من الناس طبعا من صفاته انه هو بيحب الشهرة وبيحب الفلوس ده من اطار الواجهة انا لسه ما دخلتش جوه الملامح ومن ضمن الصفات شبعنا كانه مادة بس ومن ضمن الصفات اللي عند النوعية دي من الناس انه ممكن يعمل اي حاجة لو لها مقابل مرضي ولكن هو بيحاول يحفظ على صورته قدام الناس اللي هو بيتعامل معاهم حلو جدا تعالوا بقى نكمل الجابهة بتاعت الشخص ده فيه هنا دوران خفيف ولكن الجابهة تعتبر مستقيمة فهو الشخص ده تفكيره عملي ولكن فيه نسبة بسيطة من التفكير العاطفي كتفكير النقطة التانية الشخصية اللي قدامي دي هتلاقي الجزء ده شبه مفرغ ينفع هنا ان انا اقول على الشخص ده خلي بالكو دي عكس اللي هو المسلس اللي بيبنازل المسلس ده بيدول على التمرد لما بيكون الجزء ده مفرغ النوع ده من الناس بيكون راضي بالوضع اللي هو فيه بس لو لاحزت معايا هنا هتلاقي ان الجزء ده مفرغ ولكن فيه شوية شعر هنا فهو عنده اضطراب في الحتر يعني شوية يكون راضي بالوضع وشوية بيحاول يتمرد علشان يحقق نجاح أكتر لو بصيت بقى على ودانه هتلاقي الودان بتاعته طلع على البرة ولكن هي مش طلع على البرة بالنسبة كبيرة انا رجل حقاني مش هطلعه وشرير بالعافية الودن اللي بتكون طلع على البرة دي ايه الملامح بتاعتها او ايه الصفات بتاعتها بالمناسبة بس هي بالصدفة جات قدامي الانف الانف المستديرة والانف بص كده ركزوا معايا هنرجع للودان تاني لو ركزت كده معايا هتلاقي العظمة بتاعت الانف واخدى شكل ميلان انا بتكلم على العظمة مش الجزء الطري اللي في الانف العظمة بتاعت الانف فيها ميلان شوي طيب وطرف الانف عامل ازاي بعلو كده نشوف الكتاب بيقول ايه والانف بتاعتها دا ايه دا دي تعتبر مدورة مش مدببة دي طيب بصوا كده معلومة انجي الملكافة الماء الجانب بأنه انف يكشف عن شخصية ضعيفة وانفعالية ويكون رأس الانفة هاما في هذا المجال طرف مدور على انف ملتوي يظهر الانانية وطرف مدبب يعني لرداءة الطبعة اهي طرف مدور على الانف ملتوي يظهر الانانية والتاني اللي هو المرؤوس دا اللي هو المدبب يعني بيدل على رداءة الطبعة كل دا انا جدته اصلا من لون العين اللي هي الخضرة بس دا بالنسبة لشكل الانف باختصار شديد طيب تعالوا بقى نشوف الازن بس كده ركز معايا الازونتان الازونتان بعيدتان عن جانب الرأس دليل على الشخصية المستقلة يعني ايه شخصية مستقلة هو بتكلم على الودن بعيدة مش بتكلم على الجزء اللي تحت يعني ايه شخصية مستقلة يعني اذا كانت اوزانتان كبيرستان مائلتان للامام فان هذا اشارة على انك تحب ان تستمع الى صوتك فقط اي لا تحب ان تستمع الى الاخرين باختصار شئ يعني من الممكن ان تكون شخص عنيد الى حد ما وبعد كده بتادي ادي امثلة وهكذا لو جيت هنا بصيت هتلاقي الودن دي هي طالع البر هي مش طالعة اوي بس هي طالعة شوية وميلة الادام يعني الودن عاملة كده مش مجرد ان هي عاملة كده لا هي طالع البر كده طالع الادام بالشكل ده فالشخصية دي شخص طبعا عنيد ويستمع لصوته فقط ولو بصيت معايا كده هتلاقي الجزء اللي هو اللي جوه ده دايق اوي فالشخصية اللي قدامي دي بتفلطر اي كلام فهو هيسمع الحجل على هواء وبناء عليها خلاص هو صدقها خلاص انزى انه يغير رأيه نهائي النقطة التانية بصت كده ركز معايا لو خدت بالك من النصرة هتلاقيها ملوحة مش ينفع اقول دي معناها ايه النقطة التانية لو انا خدت خط كده في نصف الوجه هتلاقي الجزء ده من الفم اكبر بكتير من الجزء ده النوع ده من الناس ما عندوش مشكلة انه ينافق علشان ينجح عشان يوصل للي هو عايزه النقطة الاهم من كل ده لو بصيت هنا دي تعتبر الناحية اللي هي العملية اللي هو الجنب اليمين في الوجه اللي اول مرة بيتفرج على فراسة الجنب اليمين في الوجه ده اللي بيدل على الجانب العملي العمل بتاعك الناس الغريبة اللي انت بتتعامل معاهم الجنب الشمال ده اللي بيدل لو كان في اختلاف بينهم ده اللي بيدل على تعاملك مع الاب والام واصدقائك والناس اللي انت تعرفهم لو بصيت هنا في الناحية اللي هي اليمين ريت اهيه بص كده على شكل الودان هنا هتلاقي الودان دي طلع كده البرة شوية طب ده معناه ايه؟ دي معناها ان الشخص ده دبلوماسي يعني عنده القدرة انه هتعامل مع الناس بديبلوماسية تمام ربنا يعينه طبعا على اللي هو فيه وانا الكلام واضح انا مش بقول على الشخص ده سيء انا بقول بناء على علم الفراسة علم الفراسة قال للحاجات دي لكن انت كهادي شايفه ازاي انا شايفه كويس طيح بتعالوا نشوف بقى ايه دكتور محمد منصور معنور مبدايا كده، الوجه اللي قدامى ده ايه؟ الوجه اللي قدامى هوا خليط shaqtine اولا هو طبعا الساعة الرملية لان الجزء ده غائر جدا في الوجه والنوع ده من الناس بتكون عنده صفات ايه هي يعني بداية الصفات ايه؟ ان النوع ده من الناس متمسك جدا بالعدات والتقاليد ديهاك هيش على فكرة مش وحشة بس المشكلة بسبب تمثكه زيادة بالعدات والتقاليد ن نوع ده من الناس لا عندوش قدرة على التطور فدائما النوع ده من الناس ينفع جدا يبقى عنده مشاكل في الزواج هتعرف ليه مشاكل في الزواج دي النوع ده من الناس ممكن جدا يكون حسود يعني الشخص اللي قدامي ده حسود انا بقول ممكن ما قلتش انه حسود انا قلت ممكن فكرة الحسد جاية منين انا عمال اتعلم بس مش عارف اطور نفسي من برا ومع ذلك شايف ناس كتير جدا عمالها تكبر فعلشان كده لا اراضي الشخص ده ممكن يحقد عليهم انا بقول ممكن ضمن الصفات اللي عنده انه بيكون عنده دايما تقاليد سابتة كل اللي بيفكر فيه هو صح والناس بتفكر فيه دايما بيبقى غلط دي وجهات نظره وشخص بيكون غير متوقع وقناعاته غريبة وبيكون شخص زاكي جدا على فكرة ولكن غير متطور زي ما اتفعل النقطة التانية اللي عنده ان الخدود عنده منفوخة فالشخص ده يعتبر من ضمن الملامح الكأطار وجه الوجه ده يعتبر فيه برضه نسبة وجه مخروطي يعني الشخصية دي ممكن تقول ان هي ما بتعرفش تتعامل مع الناس بشكل صحيح ولكن لو بصيت عجبها تلاقي جار الشعر بتاعه راجع الورا فهو عنده قدرة على مجارات الشخص اللي قدامه النقطة التانية لو بصيت على شايفين المثلث اللي فوق دي المثلث اللي فوق ده معناه ان الشخص ده شايف الناس اللي حواليه بيفكروا في الفلوس بس شخص بالمواصفات دي من غير باقي تحليل فالشخص ده شايف ان اي حد حواليه بيقول اي كلام الكلام ده منافي للمعلومة اللي هو عارفها يبا الشخص ده بيعمل كده عشان الفلوس هو الراجل ده تفكيره كده طيب ما هو مش شخص وحيش هو انا قلتلكش ان هو وحيش على فكرة طيب لو جيت بصيت على الدقن هنا هتلاقي الدقن بتاعته دي تقريبا واخدى شكل مسلث فالنوع ده من الناس بيكون مجادل فبالتالي هو عمره ما هيتعلم حاجة غير اللي هو واخد قراره انه يتعلمها بس النقطة التانية بقى غير كل ده طب هو ليه برضو بيهاجم الناس يعني ماشي هو شايف الناس وحشة شايف ان الناس كلها اللي بتقول اي حاجة غير اللي هو بيقولها ممكن تكون غلط طب هو بيهاجمهم ليه لو بصيت كده هتلاقي الودن دي خط مستقيم النوع ده من الناس دايما بيكون بيحب التمييز يحب يبقى مميز عنده حتة حب الريادة ولو بصيت على اطار الاذن ده هتلاقيه رفاقعة ودي من ضمن الملامح اللي بتدل على العدوانية بس خلاص انا مش عايز احلل حاجتان عرفنا احنا ليه كده الشخص ده ممكن يكون بيهاجم ناس كتير طيب تعالوا لحل شخصيات كريم علي بالمرة جات عليه يعني مالدين كده اول حاجة انا جايب اخر فيديو علشان تعرف تجيب صور صحيحة وتحلل منها متدخلش تجيب صور من جوجل حاول شوف اخر فيديوهات منه الصورة لان دي بتبقى الملامح الاخيرة كريم علي هنا اطار الودن بتاعه مش رفيع كبير علشان كده الشخص ده ما بينطقتش حد اعتقد في الفيديوهات بتاعته وانتو بتفرجوا على فيديوهاته فانتو تقولولي انا مش متابع دكتور كريم علي الصراحة دي الصورة اللي هي تحللت بتاعت كريم علي بص كده ركز معاي اولا الفك هنا بص كده الفك هنا واخد شكل دوران لغاية الدق مش خط مستقيم ركز معاي كده ادي العظم بتاعت الفك اهو بص 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 انا ماشي اهو على الجزء اهو ماشي على الحتة اللي هي فيها شع شايفين عاملة ازاي واخدى دوران مش خط مستقيم التصرفات بتاعته فيها مرونة وعلى فكرة من ضمن الحاجات اللي عندي دكتور كريم علي برضو الجزء ده فضي على فكرة زي ما اتفقنا الجزء ده لما يفضل النوع ده من الناس الرضي بحاله خلاص يعني اما اما عارف اللي هو ايه اكنه فقد الامل في التمرد يعني معناها حاجة شبه كده ولكن خلينا نحلل دكتور كريم علي نجيب صورة اوضح بس من شوية مدي لان الصورة دي مش واضحة مدنفعش للتحليل لانها واخده واربة كده شوية شايفين معايا العين بص العين عاملة ازاي ودي الجفن ما فيش اي علاقة للتضليل خلص في العين لو جيت بصت هنا لو خدت خط كده هتلاقي اقرب حاجة للخط ده اقرب حاجة النقطة اللي هي دي ايه النقطة دي اللي هي عظمة الوجه المعين اذا الشخصية اللي قدامي حقانية يعني ايه حقانية يعني هو مصدق اللي هو بيقوله بغض النظر بقى اللي بيقوله ده صح اللي بيقوله ده غلط دي قصتين طيب تعالوا نشوف كده في حاجة في الوجه ده ممكن انها تدل على النظم تعالوا نشوف ولو انه انا يعني انا ما باقتنعش بفكرة انه شخص يكون الوجه بتاعه المعين وفي حاجات في وشه بتدل على النظم ممكن شخصي بيعنده حاجة زي التضليل زي مثلا اندرو تيت اندرو تيت لعظمة المعين عنده قوية الوجهة تاهم الربع مستطيل معين ولكن عنده علامة التضليل ولكن هو مش نصاب طيب تعال نشوف هنا الدنيا عاملة ازاي بص كده ركز معي لو انا خدت خط كده من العين خط مستقيم نفس الكلام هنا خط مستقيم بص كده الحاجب بشكله ماشي كده واخد حتة هنا وعمل كده طيب يبقى اذا وجاية هنا يعني الحواجب معدية العين بحاجة بسيطة ولكن الحاجب من بدايته خفيف في الناحية العملية تحديدا ايوة طيب ده معنى ايه معنى ان الشخص ده مكار طيب مكار دي مش حاجة وحشة بص يا صديق العزيز المكر انواع في شخص بيتعامل بمكر كنوع من الحذر والشخصية دي شكاكة اعتقد بص كده معي هنا الانف دي لو بصت عليها كده فيها ميلان خفيفة هل تحت يعني المفروض الانف دي تبقى كده لكن هي نازلة لتحت شوية النزول ده معنى ايه معنى ان الشخصية دي شكاكة عشان كده هو بيتعامل بحذر الحذر بتاعه مكر طب اما الامتى اقول على الشخص مكار بالمعنى الوحش لما يكون الحاجب متراجعة عن بداية العين في فيديو انا كنت عملته لما اتكلمت فيه على ثلاث ملامح سيئة لو طلعتها تقدر تعرف ان الشخص اللي قدامك شرير هتلاقيها في الفيديو شاف الوصائق الجنسية مش حاجة كده لو بصيت مثلا على العين من هنا العين هنا فيها دوران نفس الكلام هنا العين هنا برضو فيها دوران اذا الشخص ده يحب ان هو لما يتعامل مع حد وين وين سيتيواشن انا وانت نبقى كسبانين في نفس الوقت طبعا الحاجة بالنبهدل ده بسبب وفاة بنت والله يرحمها ضيب لو جينا دخلنا على الانف بصوا كده فتحات الانف طبعا فيه ميلان هنا طيب الميلان ده معنى ايه معنى ان الشخص ده بيحب الفلوس لو جينا بصينا على الشفايف انا هحاول اطلع دلوقتي الثلاث ملامح وحشة لو جينا بصينا على الشفايف الشفايف لو جينا خدنا الخطة كده فموس ما فيهاش ميلان تمام بس الشفايف دي ما تعتبرش كبيرة بالمعنى يعني يعني الشخص ده الكرم بتاعه انتقائي يعني فيه ناس هيكون كريم معاهم جدا وفيه ناس هيكون بخيل معاهم يعني الكرم انتقائي طيب لو جيت بصيت على الودان الودان هنا ممكن تكون بتدل على حاجة سيئة بص كده الودان هنا هتلاقيها خط مستقيم بس الاول انا عايز اشوف فيه صورة في الجنب الاول شايفين الودن هنا واخد خط مستقيم ازاي ده المفروض بيكسر القواني لا هنا اختلفت بصوا بقى كويس ان الحتة دي جت الشخص لما انت بتبقى شايف ودان ومش بتكلم على طلعة ونازلة لا شحمة الوزن تحديدا لما بتيجي تشوفها من الاتجاه ده غير لما بتشوفها من الجنب زي مثلا هنا بص هنا شكل الودان عامل ازاي واخد خط مستقيم كده خط مستقيم كده شايفين طيب بص هنا شكل الودان عامل ازاي واخد خط مستقيم شايفين ازاي واخد خط مستقيم بالمنظر ده ليه والفيديو هندو لا من الاخر على فكرة يعني ده لايف تقريبا من قريب وده فيديو قابلي بيومين تلاتة حاجة كده لان في اللايف هو ما حاوتش وشه عشان اجيب الصورة الجانبية فشكل الودان هنا ما بتدلش على اي حاجة بتدل على الخطأ ولا الغلط بس طبعا المسافة دي قصيرة فهو من النوع اللي ما حيبش النقد اطلاقا بص كده المسافة دي صغيرة ازاي النوع ده من الناس ما حيبش النقد اطلاقا عشان كده هتلاقي دايما بيهتم بمظهره لانه بياخد النقد بشكل شخصي طيب النقطة التانية اجابها هتلاقي هنا فيه ثلاث خطوط ليها ممعاني كتير جدا بس معظم كتب الفراسة دايما بتتكلم ان الشخص اللي عنده خطوط متقطعة زي مثلا ثلاث خطوط كده مش كاملين النوع ده من الناس بيهتم بالروحانيات بما ان الشخص اللي قدامي مسلم فهو مهتم بدينه اهتمام بقى كبير اهتمام قليل مش دي قضيتنا ولكن الشخص ده ما يخلفش الدين بناء على الكلام ده الشخصية اللي قدام دي على فكرة مش سيئة اه فيه صفات ممكن تكون سيئة زي مثلا حب الفلوس والحاجات دي كلها لكن شخص مش شرير والدكتور محمد منصور لما حللته دلوقتي برضو شخص مش شرير احنا عرفنا الاختلاف سببه ايه طيب بالنسبة للكلام بقى اللي بيتقال بصوا الهرشة بتاعة الرأس دي معناها ان انا متورط فانا دلوقتي اللي هتكلم فيه دلوقتي ده فيه تورط طيب الكلام بقى اللي بيتقال بصوا صديق العزيز واختي العزيزة انا من وجهة نظري علم الطاقة فيه كلام انا ما يعني ما باقتنعش بصراحة بعلم الطاقة طيب ليه ما باقتنعش بعلم الطاقة بص انا زي ما قلت في اللايف اللي فات انا العلوم كلها ما عنديش معاها اي مشكلة الا انت تعارض مع الدين انا تعاملت مع شخص بتاع طاقة كلمت معاها فترة يعني ولكن انا كنت بحس باحساس غريب وما كنتش يعني كنت مكبر دماغي الشخص ده وانا بتواصل معاه انا بحس ان الطاقة بتاعتي ضيئة